اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي مدريدي اللي بتجيكم مني انا محمد عوان بالتعاون مع شركانة ابداع الملاعب في الفيسبوك وشاركنا الحصري في تويتر يوتيوب مجموعة RM4Arab حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريدي المتوقع والسهل على ملقة الفوز اللي اعاد للريال بعض الهدو وطبعا بعض المفاجأة اللي كانت ان تحدث امام يوبنتوس واللي حنتكلم عنه كثير ان شاء الله في حلقة اليوم بس قبل ما نبدأ بالتفاصيل بتمنى منكم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب لانه دائما فيها مقاطع اسرع واكثر مما يتم نشره عندي في شبكات التواصل زيدان بدأ بتشكيله واضح جدا انه هدفه فيها اراحة بعض اللاعبين شفنا عم برجع في اخو بيبدأ اللقاء شفنا رامو سمع عم بيعود وكان كوفازيتش مع كاسيميرو في حين لعب تلاتي خلف كريم بنزيمة اللي بيرجع على التشكيل الاساسية بعد فترة وهذا كله كان واضح الفريق بعد يوفنتوس بده يعيه بعض الاسماء ذهنيا وبدنيا عشان يقدر يوصل لبايرم ينخ بعد عشر ايام جاهز في حين ظروف ملقاء بالنسبة للقاء هو فريق ميت سريريا فريق كل مباراة مباراة تطول سلسلة خسائره وعم يتأكد رسميا يعني هبوته ما فيش نقاش انه هيهبط بالنهاية الفريق اللي ارتكب اخطاء كثيرة من بعد موسم 2012-2013 انتهت بهذا الحال من الفريق المستسلم اللي ما عنده اي شيء يعمله فبالتالي كانت فرصة جيدة لريال مدريد يجرب كثير من اللاعبية ويغير شكله فشفنا لي اول مرة بيشوف 4-2-3-1 من فترة ممكن شفنا 4-4-2 شفنا 4-3-1-2 4-3-3-4-2-3-1 اقليل ما ظهرت مع ريال مدريد منذ وصول زيدان وهذا الشي كان تجربة جديدة لريال مدريد فكرة جديدة مش هستبعد ايضا اشوف زيدان انه سورة تعلمين منه لما يجرب خطبه هون او هناك ممكن يرجع يستخدمها كمباراة مهمة استثناء بعض الدقائق الاولى لعنما الريال يتعود على الشكل الجديد وبعض الدقائق في الشوط الثاني الريال كان مسيطر تماما على اللقاء فارق المستوى كان واضح للغاية حتى الروح القتالية لملقة ضعيفة جدا حتى الريال استوعى بظروف ملقة السيئة فبتحسها لبعض اللحظاتك انها مباراة ودية اكثر من انها رسمية خلاص الكل عارف ريال مدريد حيفوز ولما الريال سيطر على اللقاء بعد دقائق بينت انها مسألت وقت وبيجي الهدف وجاء الهدف عن طريق اسكو اللي ظهر اليوم مرتاح جدا في لعبه بالمركز عشرة خلف المهاجمين وهو المركز اللي اشترى ريال مدريد من ما لقى فيه وايضا يقال انه غوارديولا حاول يشتري للسيتي وبيحاول يشتري للسيتي عشان يحطه فيه لانه يبدو المركز اللي هو بحس فيه بكل اريحية بتقدر يتحرك بعض الاحيان يمين يسار وعنده دور قريب من منطقة الجزاء فلمسته بتكون واضحة اخطر وبتودي بشكل مباشر للمرمى ريال مدريد بعد ما تحكم بالكرة ومحاولة ما لقى يرجع يدافع شفنا عم بحط كثافة عددية اكبر شفنا حتى راموس عم بيتقدم ويصير كلاعب وسط متأخر معهم وادا الشي كان يبخلي السيطرة مطلقة فارق المستوى فارق اللاعبين فارق الجاهزية واضح للغاية ايضا تشكيل تريال مدريد اللعبة اليوم كانت سريعة بشكل او باخر فكانوا بعض الاحيان لما يرفعوا السرعة يبين فيه فرق كثير بالنسبة لملاقة صراحة مباراة الفارق فيه هائلة جدا بتخليك حتى بعد يعني تتردد تحكي بكل التفاصيل اللي فيها كوفازيتش ايضا قدم مباراة جيدة جدا قدم مباراة جيدة جدا في اكثر من ناحية اولا مسألة القيادة بتحس انه عم بقود خط الوسط للهجوم وهالشي كان ملموس عنده تحركاته الكثيرة وايضا نقره للكرة بشكل صحيح كلها امور بتأكد انه كوفازيتش عم بيقترب اكثر واكثر من انه صير لاعب تعتمد عليه في كثير مباراة باستثناء مباراة الكلاسيكو هذا الموسم بتسعين المية من التجارب اللي دفع فيها ما خي بالظن سواء امام سان جيرمن او اقل دائما كان كوفازيتش باستثناء الكلاسيكو زي ما حكيت كان اللاعب الجاهز يعطي ريال مدريد المطلوب لقاء بما انه كان فيه فوارق كبيرة كان فرصة لزيدان يعطي سي بايوس فترة طويلة من الدقائق يلعب اللي شفنا عم بيحاول بس مش المقياس اليوم مش المباراة التي تحكي عنها والله اللاعب واثبت وعمل لانها الفارق واضح وايضا شفنا بنفس الوقت ما يورال عم بيرجع للتشكيل وعم بيلعب ايضا بعض الدقائق نوع من انه تعويض من زيدان لبعض اللاعبين اللي اهملهم كثير هذا الموسم بما انه تفاصيل اللقاء الجليل زي ما حكيت ممكن هي فرصة نتكلم عن لاعب لازم يشتري ريال مدريد ولما احكي لاعب لازم يشتري ريال مدريد ما بقصد انه الصحف تتكلم انه مهتم فيه ولا صحيفي تقريبا حتى الان ربطت اسمه في ريال مدريد ريال مدريد ارتبط بريفاندوبيسكي وتكلمنا وقلنا انه مفيد طبعا وفي بعض التلميحات من بعض الصحف ضعيفة الموثوقية خلينسميها اللي تحكي عن جريزمان وايضا لو جاء حيكون مفيد لكن اللاعب اللي بتكلم عنه مختلف تماما بتكلم عن روبرتو فرمينيو مهاجم لفاربول اللاعب اللي بقدر يقوم بادوار كثيرة من الادوار المثالية لما يكون بنزيمة بيومو اللي هي التحرك الممتاز المساهمة بصناعة اللاعب حتى المساعدة في انه يساعد زملائي يدخلوا منطق جزاء صناعة الاهداف صناعة الفرص وبنفس الوقت بسجل وبيقدم مساهمة دفاعية اللي بيشوف اداء فرمينيو مع كلوب بيعرف انه هذا اللاعب قادر يقدم مباريات ممتازة في ريال مدريد طبعا اجواء مختلفة ممكن الضغوط مختلفة لكن اللي بيشوف قدراته بيقول اه هذا اللي لو جاء مع ريال مدريد عمره 26 سنة بيقدر بيسهول يلعب 4 سنين وبعدين ريال مدريد يرجع يبيعه بتقدر تشوفه انه ملعب مع رونالدو بـ 4-4-2 بتقدر تشوفه حتى بـ 4-2-3-1 خلف المهاجمين او على الجهة اليسرى وبالتالي يلو اكثر من مركز تنوع المراكز تاعه قدراته اللي اكتسبها مع كلوب بتخليك تحكي انه لا هذا المهاجم لازم ريال مدريد ممكن يقاتل عشانه عشان حيفرق كثير معهم هو مش مرتبط فيهم حتى الان اعلاميا واللاعب حابب يظل مع ليفربول عشان نكون ماضحين بس اعتقد اغراء ريال مدريد لو اقترب ممكن يهز حالة رغبته بالبقاء الله اعلم نوصل هنا نهاية الحلقة كنت معكم انا محمد عوان موجود في فيسبوك توتير انستغرام وضروري جدا تشتركوا على قناتي في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة